أعطى مجلس الحرب الإسرائيلية ضوى الأقدر لقواته لإتمام العمليات البرية في مدينة رفح الفلسطينية وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر واستطلاق قذائف ونيران كثيفة على مبنيه رغم التحذيرات الدولية من تداعيات اكتياح رفح الفلسطينية إلا أن مجلس الحرب الإسرائيلية أعطى الضوء الأخضر لإتمام العمليات البرية في رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر وسط إطلاق قذائف ونيران كثيفة على مبنيه واحتلته بشكل كامل ومنع تنقل المسافرين خصوصا المرضى والجرحة ودخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح وأشر إلى أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية فالسياق ذاته يوصل جيش الاحتلال لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد الهجوم الذي طال المعبر قبل أيام وأدى لمقتل أربعة جنود إسرائيليين تطورات تنذر بغلق كل منافذ وشرايين الحياة أمام الفلسطينيين الذين قتلت الحرب منهم أكثر من أربعة وثلاثين ألف شهيد وما يفوق ثمانية وسبعين ألف مصاب فيما يواجه قطاع غزة مجاعة حقيقية ودمارا هائلا